اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم تعالوا نشوف النهاردة هتكون جولتنا من محافظة برسعيد برسعيد دي المدينة البسلة برسعيد دي يعني الجمال يعني السياحة يعني الصناعة يعني التصدير برسعيد دي يعني اول حب اول منطقة حرة في مصر النهاردة هتكون جولتنا من برسعيد تعالوا نشوف وزي ما عودتكم كاميرا تعالوا نشوف تستعرض كل جديد في مجال الصناعة والسياحة والاستثمار النهاردة هنشوف أحدث التجديدات اللي قامت بيها شركة اصتايل لإدارة الفنادق جوا قرية النورس قصة بدية حلقتنا النهاردة مهندس علي جبرنا برئيس مجلس إدارة شركة اصتايل لإدارة الفنادق والملكة لقرية النورس وستايل سكير أهلا بيكي ثمان أهلا بحضور كنت عاوى زيارت من حضرتك ذأنه شركة اصتايل هي شركة ملكة للثمادق وقرية النورس قيد تطهير إن دي شركة اصتايل قرية النورس شيف كتستيل النهو ده هي من سنة تسعة تنمية والد كان شغوله في البحرين الحمد لله اكتسب خيبها و اكتسب صبعا كويسة و حازع لك كزا تكوين منه اكتب بحرين و وزارة السياحة اه اشتغلنا جمعك لحد تقيمة قررتين استثمروا بورسعيد اه قررتين استثمروا بورسعيد اه قررتين استثمروا بورسعيد بفقت الحكاية الاستثمراء في بورسعيد من انجراء زي اه في 2012 اه اه يعني هو الموضوع من قبل 2012 بس هو الوالد دايما نحب البورسعيد طوي على اي حاجة دايما بيفكر في البورسعيد ازاي يعني فيها مشروع اه لحد ما كان في طاوح قاية النواس و احنا الحمد لله يعني ممكن اتاخرنا شوية بس بعد كده فيه مستاس ما اخد قاية النواس مقدرش يكمل زروف البلد في الفترة ديات اه في احنا دخلنا مكانه وبعد مع الشركة الملكة لقاية النواس وطبعا كان الحال بتاع قاية النواس اه متوضل و اه اه هي تقيلة من سنة الثمانية وتريمين محصلش فيها اي تطوين لفترة ديات وفي شغل السياحة الموضوع بايدنا المحتاج إن هو تطوين مستقل طبعا فبدأنا في الفين و اتام الشيء و اه مظルوف صعبة جدا اه الوضع بتاعت البلد اه با فترة بتاعت السوء و فترة بتاعت حكم الاخوان و كده ديات هي تا مستقلين و ميكمنين اه الحمد لله بس هو الموضوع فاق معنا ان احنا اخدنا الفترة ديات ان احنا نبدأ مطوّر في الكوة بحيث ان الأوضاع تتحسن تكون مقاية إن شاء الله جاهزة معنا إن شاء الله بدأنا في تطول وحدات الفندقية بدأنا إن شاءنا منطقة مركز واضي فيها فيها 2 جيم جالي وسيداته عملنا صالة بولنج عملنا ملعب كو عملنا في ملعب سكواش الحاجات ديت طبعا في وقتنا عن الناس اللي كانت عارفة من الوصق طبعا مقاية من أقدم الكو طبعا هي وليها مزاج خاصة عند الناس دايما الناس بتطلب النورس بالإسم طبعا أول ما الناس بدأت تدخل السياحة تبدأ الداخلية تاية جاعة تاية بدأت الناس تيجي بدأت تحس بالتطوير اللي بتعمل طبعا شايفوا الشركة تستوي الحمد لله أمد بيه هل التطويرات الأمد بيها شركة تستوي لإدارة التنادق والملكة لقرية النورس أثارت فعلا على جذب السياحة لقرية النورس أه الحمد لله يعني إحنا الفترة ديت بدأنا إحنا ناخد منتخبات بدأنا ناخد في وقت واضي بدأت يعني بدأت تيجي لقرية النورس أنا لحبت عندي وصولي نارده أن أنت عندكم المنتخب الليبي والمنتخب المصر المصري أه طبعا هم عندهم مباراة النهاردة فهم مكومين معانا هنا هربت في قرية النورس وكان معانا طبعا عندنا هنا نادي المصري حبيب أبو سعيد كلها طبعا نادي المصري كل الفياء اللي بتيجي بتلعب نادي المصري الحمد لله مقريمة عندنا هنا هواك الناس كلها بتستغل الحاجات اللي موجودة في قرية النورس لأن الموضوع معادش وحدات فندقية بس إحنا الموضوع المهاردة بقى عندنا حاجات بتغل وحدات الفندقية عزر بقى إيه المساكل اللي واجهت حضرتك خلال تطوير القرية؟ الفترة ديت كانت فترة ما ينفعش حد يساس ما فيها في مصر كانت فترة مقلقة للناس كلها بس الحمد لله يعني إحنا أخذنا الموضوع تحدي موجهتكش أي عقضات أو أي مشاكل؟ لا 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 بالعكس يعني هوا الموضوع الموضوع العادي يمكن الروتين وشوهل السياحة مجيبقاش محتاج الكلام الروتين اللي بيبقى خاصة دوت بس يمكن المسؤولين هنا هوت في فترات معينة كانوا الحمد لله بيتعاونوا معانا وفترات تانية كانت الدنيا بتاخد وقت شوية عبل ما نوصل للهدف اللي احنا عاوزين نوصل لأن احنا نبدأ نعمل سياحة بخلية البسعية بوسعيد دايما مشهورة إن هي بلد جميلة جواها جميل الناس بتحبها الحمد لله بس هي المقومات عاوز أقول له حديثك بوسعيد عدد الغرف الفندقية فيها اللي يكفي لمطلوبه فهو المرضوع ان احنا دايما كنا بنبص الناس محتاجة ايه وبنحاول ان احنا نشتغل عليه وشايفين الحمد لله بنا وفقنا في حاجة زالية اين جهات اللي بتتعامل معها شركة ستاول للتنمية احنا نتعامل هنا هوت مع احدى الشركات العريقة شركة بوسعيد للتنمية السياحية طبعا لمحافظة بوسعيد وجهز التنفيذي وعندنا مشهورة تانية اللي بنتعامل فيه مع القوات المسلحة طبعا يعني قيادة الجيش التانية الحمد لله قيادة ناس يعني في قوات الجيش وفي قوات المسلحة ايه شايفين انا شايفين انهم اتنظروا بصراحة ان هي ناس من هادا بتشجع على الاستثمار بتشجع الناس عن ان هي تشتغل و بتحسس المستثمار بالامان ايه طبعا دي حاجة مهمية جدا بالنسباني لان حضرتك بتتعامل مع جهة الجهة دي بتحسسك بالامان فانت بتحس ان انت بتشتغلي في حاجة بتاعتك بتشتغلي فيها بقبه و عاوز تعملي احسن حاجة و دوت الحمد لله احنا لقيناها بصراحة من قوات المسلحة و بنتشرف ان احنا لدينا شغلة معهم الحمد لله الحمد لله اول ما بخلنا القرية لفت انتباهي اللوحة اللي في الكالفية الجميلة اللي برانا كنت عايزة اعرف في الصفر من حضرتك طيب انا بقول حضرتك عشان تبع في تفتاح قناة سويس ده ده حفت في تفتاح قناة سويس فعلا تبعا اللوحة ديت احنا بخلنا قرية النواس واللوحة دي موجودة اللوحة ديت تاريخ بتاع تاريخ بتاع تاريخ بتاعها سنة ثمانية وتمانين كان عملها الفنان مصطفى العزة بي الله الحمد اول ما بخلنا قرية النواس اول حاجة حسنا ان هي ترى اه ترى اه فعلا اه ترى اه ترى اه حاولنا احفظ عليها اه كانت اللوحة دي واجبنا الفنان اللي سمها سنة ثمانين رحمة الله علم الفنان مصطفى العزة كمل اه باقيت اجزاء اللوحة وعدلها وطوىها وعدلها زي ما حد تكشافها الوقت انا من لحظة بينما تشمال جميع فقاة المجتمع اه فمصر يعني علماء والشيوخ بيوخ واسادية جميع انواع بهاوات وباكوات كمان فحاجة عظيمة اللوحة دية تحفة فعلا يعني محبش بيدقل مهاردة وقاية تنواصل لازم بنيه يعني باللوحة دية وتصوى عندها دي بيش لوحة دية طريق فعلا ايه متعبر عن طريق فعلا يعني حتى كان العلم وقتها العلم الملك ينه هو اللي موجود كنت عايزة هارت من حضرتك ايه اخر المشاريع اللي بقدمها شركة استهل ادارة الفنادق داخل بورسعيد طبعا احنا عندنا ستايل سكوير بدأنا فيه من تقيقة من سنتين بعد بكة ان شاء الله اول عيد لنا على افتفاح ستايل سكوير مفروض الله باك في حضرتك ايه فينا المشاريع احنا احنا خلصنا فيه مرحلتين خلصنا مرحلة فيها مشارات رياضي وطوفيه الموجود وخلصنا مرحلة على شاطئ ابو سعيد المرحلة اللي جاية ان شاء الله فيه ابتفاق عليها الفترة اللي جاية مع القوات المسلحة ان احنا نقوم هناك بانشاء فندق ان شاء الله يعني القوات المسلحة بتبقى تصنافاتها التعطير الداخلية بس احنا ان شاء الله نحاول ان احنا نعمل حاجة مستوي الله بعد نجوم اول خمس نجوم في ستايل سكوير ان شاء الله مهم سعادت هل افتحاج اي كلمة شكر لأي جهة من الجهات اللي فعلا سعادتك على تطوير نشوعك اه طبعا اولا نحب نوجه الشركة طبعا للصيد واقي سعد الفتاح السيسي على المس وصلت له في عهده الحمد لله ونتمنى ان ربنا يوفق ان شاء الله في الاجب الروحي للسماع والتجارة والسماع اه تشغلت النشاط اللي احنا بنشوفها دايما احنا بنحس ان هو متواجد في كل المشاريع في كل وقت اه يعني انا بقول هو هو بيدان انت ووتاح انت احنا احنا كناس بنشتغل بنحس ان احنا بنوتاح ان احنا شايفينه طول الوقت موجود ومؤتمرات وصفة ومتابعة المشاريع ربنا يوفقه يعينه طبعا وطبعا بنرجع الشك للسيد اللي واقع ده ربنا محافظ ببو سعيد على مجهوداته ببو سعيد ويعني خطوات التطوير اللي هو عملها ببو سعيد ونتمنى انه وتوفيق ان شاء الله وطبعا قيادات الجيش التاني الميداني على كل الدعم اللي شوفناه منه وكل المساعدة اللي شوفناه هنا طبعا ارجع الشك للوالدي بقائز بتاعي ولمعلم بتاعي ارجعه الشك على كل حاجة وعلى تعبه ومجهوده وعلى حبه للبلد اللي هو زرعه فيه طبعا المقدار شنسة طبعا فريق العمل اللي معانه هنا هو طبعا محافظات ستايل سكوير اللي دايما بحس انهم هما بيشتغلن في حاجتهم ودايما متعاونين لأقصى حد يعني ربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله في الفترة اللي جاية بإذن الله بشكر مخامدس علي بابر نايد رئيس مجلس ادارة سيركت ستايل للفن انا اللي بشكر حضرت الفن بشكر وبشكرك وبشكر المحافظ على ان فعلا احنا شوفنا المهاردة تنمية وتطوير داخل محافظة بورسايل وصلنا على ستايل سكوير الفكرة جيت لك منين؟ الفكرة انشاء ستايل سكوير جت لك منين؟ هي الفكرة جت ان انا كنت يعني انا بسافر كتير شفت حاجات كتير موجودة في بار مصر كان نفس ان الحاجات دي بتبقى متجمعة عندنا هنا في مكان فالموضوع بدأ معايا ان احنا لو عندنا مكان كترة ارض بمساحة مناسبة نقدر نعمل فيها ايه ونوظف فيها ايه بدأنا الموضوع بعملنا رسم للمكان عرضنا رسم على القوات المسلحة شوفوني اه عدلنا فيه طبعا معا الشغل اه مهما كان فيه رسم معموله وانتي عاوزة تعمل الاحسن وكتبراع بي احسن اه جت افكار كتير جديدة اضافت على المكان اديت له شكل تاني وطبع تاني من غيات اه غيات حتى في التصميم اللي احنا كنا بدئين دي اه لما بدأنا نخلصوا الكلام ده كله اهتمينا بالتفاصيل الزغيرة بتاعة الفنش والحاجات دي اه بدأنا نفكف الاضافات اللي عالفيك نفسها يعني المشروع هنا هوت على مساحة عشرة وثلاف نتر العشرة وثلاف نتر تم استغلالهم كل جزء فيهم الحمد لله استغلال انسب اه 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 هو هو الموضوع احنا حاولنا نحافظ على الجزء يودي وفيه جزء شاطئي موجود وده خلنا على الموضوع التوفيهي او السياحي او ده خلنا عوامل الجذب اللي بتكمل المشروع كله مع بعض مرمز علي انا كنت عايزة اعرف ايه الخدمات اللي بيقدمها مستالي سكوار طيب هو المشروع انا انا هديكي التفصيله بتاعته هو عبارة عن ست مطعام وكافيهات اه اه اثنان حمام سباحه واحد مص قليمدي اه باية صح واحد مغطة سيدات باية صح اه اثنان جن اه اه كل واحد كامل بخدماته كلها اللي برضو سينا ستين جاكوزي اللي سباح كامل وغرف المساج ولكاف اه تعملهم الحمد الله على احدث على احدث اطراز في الجنات اللي موجودة اه فيه ثلاث ملاعب سكواش اه فيه صالة متعددة ديه بتدويد باليه وغباز وكراكيه وتاي كوندو اه بيتعمل فيها افنتات زي الاوبن دي والحاجات اللي ممكن تبقى فيها جزء تجاوي تمام؟ عندنا صباح الموقت عندنا باطشانات صغيرة اه بتقدم خدمات متنوعة بنحاول ان احنا في كل الحاجة اللي موجودة لمطاعم الكافيات مفيش مطاعم مكافيه زي التايدي مكان رياضي طرفيدي الكافيات او المطاعم الموجودة هنا هي بتخدم السادة الزائرين اه والقائمين ببعض النشاطات وعائلتهم زي ما شوفنا فيه استراحات خبراتك موفرها العائلات المتدربين عندك هنا تمام تكافت النشاطات رياضية والله ما احنا عاوزين اللي يجد من هذا المكان يقبل اليوم كله اه كل الخدمات متاحة قدامه اه كل يعني هو عنده تدريب الصدح عنده جنة هيدخل جنة موجود هيبغدة في المطاعم اللي موجودة هيكمل بالليل في ملاهي الأطفال هيكمل في الكارتنج اللي موجودة هيطلع يقعد على شط كم بالليل او الصبح في الشتة الشط احنا جاهزنا عليه الاعباب بتاعت النار جاهزنا عليه الروح بتاعت اللكام بشوية تمام عندنا بعض ووفاونا ووفاونا فرص عمل ووفاونا حاجات احنا فرحانين ان احنا بقى معنا النهاردة يعني اكتر من مثلا من 500 واحد مباشر هون مباشر في المكان ان هو بيتعامل وشغله وكلام ده كله وهي الناس اللي خلاص اللي بقى المكان ده بتاعها على مدار دوله ان هو متوديد اه الموضوع ساين سكوير كان اضافة بالنسبة للمجتمع الدورسيلي اه لان ده ما كانش موجود قبل كده والله 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 هو يعني طبعا انا بتمنا ان هو يبقى اضافة والحمد الله يعني الناس ما ما قدتش اعتراض على على اصعاره بالعكس هم شايفين ان السعر مقابل الخدمة حاجة كويسة اضينا النهاردة يوم من بورسعيد في جولة تركهية جولة سيحية جولة رياضية استمينا في الحلقة الجاية امان تعالوا نشوف